أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً تحت عنوان أسباب الأمل بمناسبة نهاية عام 2023 والذي تناول بعض الإنجازات الصحية العالمية متضمناً دور المنظومة الصحية المصرية وأبرزت الصحة العالمية نجاحاً مبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في خفض معدل الإصابة بفيروسي من 300 حالة لكل 100 ألف مواطن عام 2014 إلى 9 حالات لكل 100 ألف مواطن في عام 2012 وأشادت الصحة العالمية بما حققته مصر في مصار القضاء على الالتهاب الكابدي سي والحصول على وضع الطبقة الذهبية كأول دولة في العالم مؤكدة أهمية هذه الخطوة نحو القضاء التام على المرض قبل عام 2030 بعدما كانت مصر من أعلى معدلات الإصابة بالالتهاب الكابدي سي في العالم منذ أقل من عشر سنوات